فتح اعتراض أردوغان على الدخول السريعي لفنلندا والسويد في النيتو فتح الباب أمام مفاوضات معقدة بين الحلفاء الغربيين والحكومة التركية صحيفة وولستريت جورنل تقول إن الرئيس التركي يلعب بورقة موافقته على توسيع النيتو لإضعاف أي دعم خارجي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا كياناً إرهابياً ولهذا الهدف تضع تركيا شروطاً لموافقتها على انضمام السويد وفنلندا أبرزها اتخاذ إجراءات ضد أنصار حزب العمال الكردستاني في الدولتين وبقف أنشطتهم الإعلامية أو التمويلية بالإضافة إلى وضع الدولتين قيوداً على مؤيد حركة خدمة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن الذي يتهمه أردوغان بالمسؤولية عن المحاولة الإنقلابية عام 2016 لكن صحيفة فورين بوليسي الأمريكية ترى أن هذا المطلب يتناقض مع فتح دول أخرى في الحلف أبوابها للمعارضة تركية ففتح الله جولن على سبيل المثال يعيش في ولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة هدف أنقر الأكبر من موقفها تجاه انضمام السويد وفنلندا موجود في واشنطن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات F-35 بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة ES-400 روسية للدفاع الصاروخي وجاء ملف انضمام السويد وفنلندا للنيتو وضرورة موافقة تركيا للحصول على إجماع الحلف بمثابة فرصة ذهبية لأردوغان لرفع القيود الأمريكية والضغط على واشنطن لإقرار صفقة تزويد تركيا بمقاتلات متطورة من طراز F-16 أمر وإن حصل سيضع إدارة بايدن أمام معركة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس المعارض لأردوغان صحيفة وورستريت بدورها ترى أن وقوف أردوغان بوجه النيتو قد يدعم صورته كقيادي بارز أمام شعبه لكنه بالضرورة يخلق حليفا غير موثوق فيه داخل النيتو مكرم حناوي العربية